طيب خبر مهم جدا لجماهيري من نادي الآلي في الظل خلاص بعد نهاية السوبر الإفريقي بالتأكيد عندنا تلات بطولات مهمة جدا في الفترة القادمة دوري عبطال إفريقيا، السوبر ليج الدوري على الإفريقي وكأس العالم للأندية يمكن النهاردة لاتحاد الدول بقرة قدم فيفا أعلن عن موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية البطولة اللي هتقام إن شاء الله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تم تحديد موعد طرح التذاكر هيكون يوم الثلاثاء 26-9 وذلك عبر الموقع الرسمي للفيفا تقدر تحجز من خلال الفيزا يعني فكرة إنك تحجز التذاكر بالشراء أو عن طريق الأونلاين لا، في طريقة محددة الفيفا بيتعامل معها من خلال حجز التذاكر عبر الفيزا يعني كل واحد عنده طرق دفع مختلفة في الفترات السابقة يبدأ يشتغل على فكرة إزاي يبدأ يشتري تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وتحديدا مرة دي إحنا من خصنا حظنا لإحنا عندنا مباراة محددة من بداية البطولة بغض النظر على المباراة الافتتاحية لها تكون ما بين التحاد جدة وأوكلاند سيتي يوم 12-12 لكن في مباراة للأهل رسمية تم تحديدها طبقا للجدول هتكون يوم 15-12 بإذن الله الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المقرمة في التوقيت ده ما أعتقدش بقى يكون السعب نفس التوقيت مع السعودية أعتقد التوقيت الشيط وهيتغير بالنسبة لنا في مصر فممكن الساعة التاسعة دي هتكون توقيت مكة ولكن غالبا هيكون توقيت القاهرة ما عرفش وقتها يبقى تمانية ولا عشرة لما نيجو وقتها بالتأكيد أنا أتأكد من تغيير موعد التوقيت الشيط ولكن أول مباراة للأهل رسمية هتكون يوم 15-12 طرح التذاكر هيكون يوم 26-9 وتقدر جماهير الأهلي تدخل على موقع فيفا لحجز التذاكر عن طريق فيزا عشان تحجز التذكرة من دلوقتي وتقدر تحضر مباراة الأهلي يوم 15-12 أي أن كان من المتأهل؟ يا إما التحاد جدة يا إما أوكلاند سيتي مبكرا كمان إن شاء الله بإذن الله يكون ثقة في فريق النادي الأهلي ويتأهل ويتخطى عقبة الدور الأول ويصل إلى مرحلة الدور نصف النهائي الدور نصف النهائي تحدد رسميا الأهلي يعني إن شاء الله في حالة تخطي الدور الأول هيلعب يوم 18-12 مع بطل كوبا لبرتادورس بطل أمريكا الجنوبية اللي هيتحدد إن شاء الله يوم 4 نوفمبر نحجز أولا بس 15-12 وتحسبا لعله عسى ربنا يكرمنا إن شاء الله ونحجز كمان لـ 18-12 عشان أنتوا عارفين بطل أمريكا الجنوبية خاصة لما بيكون فريق برازيلي وبيتأكد مشاركته مبكرا بيقدر يحجز معظم التذاكر وبيكون متواجد بنسبة كبيرة جدا في مباريات كأس العالم للأندية والمباراة الختمية إن شاء الله يوم 22-12 هذا خبر مهم جدا كان لازم نبدأ الكلام عليه النهاردة بخصوص افتتاح أو موعد طرح تذاكر مباراة كأس العالم للأندية حاجة تانية ليه هلاقة بالسوبر ليج كنا نعرفين الموعد تم إعلانها بشكل رسمي في نهاية الأسبوع الماضي الأهل هيلعب لقاء الافتتاح مع سيمبا التنزاني الساعة 6 يوم الجمعة 20 أكتوبر إن شاء الله المباراة هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة هيسبق المباراة حفل افتتاح من الساعة 5.5 إلى الساعة 6 التي تلت حفل افتتاح على ملعب من جميل مكابا في دار السلام مدته 10 دقايق فقط بعد حفل الافتاح يكون بقى فيه التحضير والتجهيز لنزول الفريقين وبدء مباراة السوبر ليج لقاء الافتتاح أحمد بن سيمبا التنزاني والنادي الأهلي المصري مباراة السوبر ليج هيدرها الحكام البروفيشنال حكام مش حكام النغبة لا حكام البروفيشنال حكام اللي بيتم تمولهم من الكاف والفيفا ليهم مرتبات شهرية بدعم من الاتحاد الدولي مع الاتحاد الافريقي والنهاردة بداية معسكر الحكام البروفيشنال اللي هيتم الاستعانة بيهم في مباراة السوبر ليج على فكرة فيه معسكر تاني لنفس الحكام ولكن هيكون معهم حكام آخرين اللي هم حكام النغبة دول بيستعدوا لكأس الأمم فهيتعمل لهم معسكر من عشرة لستاشر أكتوبر في أبيجان عشان الاستعداد لكأس الأمم ده معسكر تحضيري لكأس الأمم الافريقية المعسكر ده تم تبكير موعده عشان ينتهي يوم ستاشر أكتوبر عشان الحكام اللي عندهم مباراة السوبر ليج يكونوا متفرغين لإدارة مباراة السوبر ليج مين أبرز حكم مصري ممكن يكون موجود في مباراة السوبر ليج الكابتن أمين عمر الكابتن أمين عمر الحكم المصري الوحيد اللي هيكون متاح لي أن يدير مباراة السوبر ليج طبعا هيتم الوضع في الاعتبار فكرة حكم مصري وفيه فريق مصري في البطولة فبنسبة كبيرة مش هيكون في نفس السكة اللي فيها الأهلي يعني مثلا ماتش سانداونز مع بيترو أتلتكو حتى الآن بيترو أتلتكو ممكن يستبعد ممكن ما يكملش ده أمر لسه نشوف الفترة جارغ من بيترو أتلتكو بيلعب النهاردة على فكرة في دور أبطال إفريقيا ولكن السكة دي ممكن ما يكونش فيها أمين عمر ممكن يكون في الاتجاه الآخر ماتش مثلا مازينبي وإنيامبا الوداد الطريق ده ممكن يكون فيه الكابتن أمين عمر وكمان مع الترجي التونسي لكن حكام البرفشنل هم اللي يزيروا مباراة السوبرليك فيه بقى موجود الحكم الجابوني اللي أعضر مباراة الأهل والتحاد العاصمة موجود في مباراة السوبرليك فيه مصطفى غربال فيه هيسا مكيرات فيه معتز الشلماني فيه نادالا فيه بملاكة سيمة كل الحكام اللي انتوا عارفينهم طبعا والليلفوا علينا في مطشط كتير الفترة الأخيرة هم اللي هيكونوا مموجودين في مباراة السوبرليك ودي أبرز التفاصيلات والتعديلات الموجودة حاليا على هذه البطولات